نبأ لطلما ظلت المعتقلة الأمريكية سارة شورد تنتظره طيلة 13 شهرا قضتها في سجن آفين الإيراني عفوا بمناسبة عيد الفطر أصدره المرشد الأعلى علي خامنئي عن عدد من المعتقلين ومن بينهم شورد التي اعتقلت مع أمريكيين آخرين في يوليو تموز من العام الماضي على الحدود الإيرانية مع العراق بينما كانت تتسلق الجبال هناك اطلاق صراحها قبل بترحيب كبير من جانب المسؤولين الأمريكيين إلا أنه كان مشوبا بخيبة الأمل لكون العفو لم يشمل رفيقيها الأمريكيين شام باور وجوش فتل إذا صح هذا الخبر فإنه سيكون أمرا رائعا لقد انتظرناه طويلا وأتمنى أن يفرج عن الأمريكيين الثلاثة دفعة واحدة وسائل الإعلام تتحدث عن الإفراج عن واحدة فقط لكننا نطالب بالإفراج عنهم جميعا نحن ووزارة الخارجية نعمل من أجل حقق من صحة هذا النبأ وأود أن أشير إلى أن هؤلاء المعتقلين أبرياء ولم يرتكبوا أي جريمة ويجب أن تفرج الحكومة الإيرانية عن ثلاثتهم فورا وفي إيران حيث تتهم الشلطات شورد ورفيقيها بالتجسس ودخول البلاد بطريقة غير مشروعة كان النبأ سارا بالنسبة للعديد من الإيرانيين الإسلام هو دين التسامح والحكومة تفعل ذلك لإظهار حسن نيتها الكل يعلمون أن ما فعلوه خطأ جسيم ولكن الجمهورية الإسلامية تعاملهم بالعفو الإسلامي وبإذن الله سيعرفون أنهم أخطأوا وستدركوا حكومتهم ذلك وستحولوا دون تكرار ذلك في المستقبل العيد إذن لم يكن عيدا لمسلم إيران وحدهم بل أيضا لهذه الشابة التي لا تفصل بينها وبين الحرية سوى ساعات قلائل فيما ينتظر صاحبيها في استجن مناسبة أخرى ربما يكونوا يأملون في أن تكون عيد الأضحى محمد رضا بي بي سي